السلام لبنات كدير اللبس عليكم وهانيا نتمنى يا رب تكون الله خير وبخير مرحبا بكم اليوم فيديوش جديد على قناتي ومرحبا بقع لبنات جدد اللي دخلوا عندي ومرحبا بالبنات القدام آآ شكرا لكم بزفزف لكم انت رازوين اللي كتخليوا ديها ودعم ديالكم شكرا لكم بزفزفزف اليوم اغنوجد معاكم خبز دي الصندويش رائع كيجي ساهل وناجح المية في المية والعجينة دياله سهلة سهلة اي واحد جربها غدا تصدق معاه تبعوا غير فيديو حتى اللي خرب وغادي ينجح معاكم نزل للطريقة بالنسبة للمقادير آآ عندي آآ استات الكيسات دياله دقيق يعني يعفر الكيس ديال العنفة يكون مسوح كتعمري بالطريقة وكتنسحي دري استات الكيسات ديال العنفة دياله دقيق دقيق مزيان دياله حلوة ومع القديق ديال الملحة ومع القديق ديال السكر سانيدة صغيرة ديال الملحة صغيرة وجوج معالق ديال زيت المائدة معلقة كبيرة يعني اسهل عجينة هي هادي ما كات عجنيها موالة والماء مغلي يكون طيب مزيان صغيرة عبري ببدك الكيس اللي عبرتي به هاتحين هنا يا هتنو كتشوف ورا مغلي الباخر كيتطلع انو كتديري جوج كيسان ونص ديال الماء راح كافيان وخمز تشوفيك اللول غايجيك مرح ما كافيانش ولكن راح كافيان لك ديال صغيرة دبع نزيد هنا ينص كاس ديال الماء درجوش كيسان ونص ديال الماء بالنسبة لي عندو العجانة يدير بالعجانة حقاش ما قديش يدير يدك الماء سخون ولكن انا بيت نصيبها معكم بالعجانة صغيرة بمع القاتل الخشب وقسكا نحن نحرك حتى يبرد ليه شوية الخالط يعني اغتلي ما عندوش العجانة ارى يصايبات الخبزات طافي غنبقى هكايا حتى يبت برد ليه شي شوية العجانة وندير يدديل وفي ايه العجانة دفات فنحيض المعلقة ونجمعها بيت دي اغلبك ادخذها غير ما كدت تاخدش معك الوقت صافي دبعا نقن حتى نجمعه نجمع لقد قطحين كامل ما بيديه بالطريقة بحلاقية ولي بغي يديرها في العجانة يديرها طفينا يعندي رفع سطح العامل ويرى ما كنت بغي لا تتعجي ان لا تتعجي حاجة مهمة هنخلط ندخل داك الدقيق مزيان مع بعضياته صافي ونقعها قيبات طريقة هكا حتى يدخل ليدك الدقيق كامل صافي رالعجينة اغلبسي اهشيش هدك المطيب كي يخليها هشيش يعني عجنة راسها براسها انتم كيفاش كاسي ارتباع في الدب الساف صافي نقعها قيح حتى ندخل ليدك مهمة ما يبقاش ليدك الطحين مكور صافي ونضي ربع العجينة اهشي شاب الزب يعني ما تصلحش قاعد عجنية تقيد الكيفي اهز صافي غاي ما يبقاش ليدك الطحين مكور صافي وغدا صافي ونجمع وغدا العجينة ما كتب غير لا ترتاح لا تشي حاجة يعني يعني نجمعها انا بدا نشكل فيها يعني هي اصلا تذكر نرطبها وشيشة انتم اشتوها هكا في الدية كيفاش دايرة صافي دا ما غدا بدا نشكلها انتم اكيفاش دايرة الشيشة بس صافي دا بغدا نقسمها ما يم بغيتو تديرو ما يم على حساب زماش حال بغيتو تديرو مش كبار ولا صغر ما يم انا غم ندير اه ناش ناش الكويرة ما يم كبار شوية غن ديرو بغيتو ما يكونوا صغر ديرو البرعطاش ما يم انا العبار عبرتهم بجي جيوني مقادل ديرو معينكم ميزانكم اه درت فيهم تسعين شي جوجلي جاني فيهم شي ثلاثة وتسعين ما يم انا درت فيهم تسعين ممكن تديرو فيهم حتى خمسة وتسعين ما يم هاد القياس اللي عطيتكم هاد الكيسين ديال الدقيق يخرج لكم يعني لو درتهم كبار اه كبار هيخرج لكم تناش الوحدة درتهم شوية صغر هيخرج لكم اربع عطاش صغر في دا بغى نبقى نشكلهم حلقة الكويرات حلقة تشكل هذا ونحط محتى نكمل الكيمية كاملة صغر في دا بغى ندير غي واحدة شوية ديال الدقيق ما نقوش الدقيق اي واحدة شوية باش نطلقهم بدلك لقوش الدقيق فاش كتفي طيبهم كي بقيت تحرق داك الدقيق في المقلع صغر في عنقى نورقهم على تشكلها كاية اصلا جينارار طبا يعني كدفك سهلة في الطرق مهمة تحرقوهم مزيان باش اصلا داك لا فاش كتديروا داك الخبز ديال الصندويج باش كتعمروا وقد ديروا في الطريق كي يجي مقرمش كي يجي زويل وهالطريقة سهلة وكي يجي بياد الخبز داوار بزاف وملا جينا ما تخافوا منها لا تقطع ليكم لا تشي حاجة كي ما درتوا لها ما ما تخافوش منها وفي عنقى في الطريقة هذي حسن سنو ارققها زياد هانتو مع كيف شد هانتو خانج بدها ما تقطعش العجينة كي ما درتوا لها ما تتفقى هي يعني ما تخافيش من العجينة كي ما زيتها تفقى عليك طب في هنا يا غندي نترح الثانية اه بالنسبة لك انشي واحد يطيب ليكو مش مشكي يعني تقيت تلقي ويطيب ليك اما يلك تغيب وحدك خدمي جوج بجوج ما تخلي ما يمكنش لك تورقي كل شي وعاد بشي طيبي غديني يقساح عليك هنا يا العافية تكون مجهدا مزيان يعني ادو المقلق درتها سخنات طفي ونقلب ما نخليه شي تحمر سي تحمر لي غي واحد شي شوية طفي كل دقيقا نقلب يعني ترقي واقفة حدا طباطة صافي انا ختمت جوج بجوج سنطيب جوج عاو سانيونا عاو نطيب وننطلق ونورق عاو سانيونا نطيب جوج حتى كملت صافي هانتك باش كيش انا كنا نبقى نقلب باش ما يتحمر لي بس هيك طيب لي صافي انا نحيده والعافية تكون مجهدا صافي انا نحيد يعني ارا ضغي مكتا صافي انا ندير الاخرى ونبقى بهالطريقة وبالنسبة من تحيدوه من المقلع هده يكون يدرسوه منديل تحطوه في منديل وتغطيه 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 في البلاستيكا باش هده يكسخونيه ترجع عليه باش ما يقساهش ضروري تديروه منديل وتديروه بلاستيكا طفي ساعدة عندي اللعب حل نفس الطريقة اللوله نبقى بهالطريقة هادي صافي انا نقلب ما كان نشوفو داردوك البيوضة صافي انا نقلب فيه صافي انا نقلب ونظور حتى زي طيب في قبل مباش ندوز لكم الفيديو باش تشوفو كيفاش كان دالف الطيب طيب من بعد ما سليس الطياب هنقدم الطياح البلاستيك هازميتو هنقدم كيفاش كي يجي مهم اي اي شكل شكلتوه ما كيتقطع ما كيتهرس لي نعم اتشي حاجة كي يجي يرطب طيب اي شكل درتولي كي يدير ما كي يوقع ليه اتشي حاجة وبالنسبه يبقى في الموج ميد اه تديروه في الموج ميد في بلاستيكا وفاش تتخرجوه تبغيو تتعمروه تديروه في ميزو تخليوه يطلق في الميكا الميكا اللي كنتو دايرين فيها البلاستيكا اللي كنتو دايرين فيها تخليوه يطايف فيها ولي عجبكم في الفيديو دي لي ما تنسوني شمل بارتاج واللايك واشتراك باش دي ما يبقى يوصلكم الجديد والفيديو الجان شاء الله نعمر لكم ندلكم واحد الحشوة قد جي لدي ده بزيب ان شاء الله سلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله